الله فيك و كثر الله أمثالك ما أروع أن تصنع المثالية لنفسها لا المثالية لغيرها الأمر الآخر ما أروع أن تفكرين دائما أن تكونين زوجة رائعة و هذا لا يتحقق إلا يوم تصبرين تتحملين ما يقع لو تريتي بزوجة متسلط لو تريتي بحياة نكيدية لو تريتي بقلة ذات اليد لا تجعلين أرضاء الناس لإغضاب الزوج و هذه نقطة مهمة جدا المرأة العاقلة لا بد أن تجعل رضى الله عز وجل أولا ثم رضى هذا الزوج ثانيا لا رضى الناس يعني أنا أتعجب من امرأة عاقلة تقول لا أم تشترييني الفستان ولا ودني بيتها لي أم تشتري لي كسوة ولا طلقني أم إنك تغير أثاث البيت ولا أنا ما أعيش وياك أصبحت مساوامات الحياة الزوجية على أشياء تافة على أشياء تافة يعني مثل الرجال ممكن يطلق زوجته عشان ما طبخت ممكن يعمل مشكلة ويخلق مشكلة من أجل أن يرضي زملاء في المجلس من أجل قهوة ولا شاي ولا غيرها وممكن هو يوديهم كافي شوب يراعي حياته الأسرية وهذا واقع يعني يعني بعض الأحيان حل المشكلة ما تحتاج مركز استشارات تدفع فيه ثلاثمائة ريال ولا ألف ريال ولا خمسة ألاف ريال ولا محامي عشرين ألف ريال بعض الحيان هالمبلغ هذا ممكن يحل مشكلتك صدقني بعض الحيان هذا المبلغ ممكن يحل مشكلتك هدية بمئة ريال مطعم بثلاثمائة ريال صناعة جو راقي داخل البيت قد يصنع لك سعادة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك ضاقت العقول اليوم وضاقت الأفهام وصار ارضاء الناس هو الغاية